خليني أروح لتقرير عن السندوق بس بتاعنا سندوق تحيا مصر وقوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجفة لحوالي خمسة مليون مواطن من أهلينا اللي يستحقوا مننا هذه الرعاية واستعداداً لاستقبال الشهر الكريم المعظم اللهم بلغنا رمضان خليكم معنا في إطار جهود صندوق تحيا مصر في تخفيف العبء عن كهل الأسر الأولى بالرعاية أعلن الصندوق في مؤتمر صحفي عن إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية لنحو خمسة ملايين مواطن من الأسر الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم الحقيقة شرفت المؤسسة النهاردة بتعاون مع صندوق تحيا مصر في إطلاق قوافل أبواب الخير وديه القافلة الأكبر من نوحة جنباً إلى جنب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية استثنائية وبنأكد أن مؤسسة حياة كريمة هتعزز على دورها الفترة القادمة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً في جميع محافظات الجمهورية جميع الجمعيات اللي قدام حضرتك كل مجتمع المدني وأنا بقولها علناً مصر لم تحظى في المجتمع المدني منذ عشرات السنين بين اللي احنا عوجين فيه مفيش أسر إن شاء الله أولى بالرعاية أكثر احتياجاً في أي حتة حكوم مصر اللي حكون معاه إيدينا في إيديها قلبنا قلب واحد عقل واحد وأنا بقولها أن في مصريين بيتبرعوا من كل دول العالم مصر بخير وأهل مصر بخير بيتبرعوا من كندا من أمريكا من كل دول العالم أقول لك إيدي المصري في القرية دي في المكان ده كل ده بيتم أنا بقول النهاردة زي ما حديك شايفة كده النهاردة دي ملحمة ملحمة خير لتثبت العالم كله أن مصر الطيبة على أرض مصر الطيبة مبادرة أبواب الخير تستهدف توفير نحو مليون كارتونة بما يعادل 12 ألف طن من المواد الغذائية لتصلوا إلى الأسر الأولى بالرعاية حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين خاصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية نشتركين في قوافل كثيرة ومبادرة كثيرة منذ نشئة الصندوق حوالي تم المبادرات أكيدها نور حيان وبنتكلم في مبادرة النهاردة اللي هي مبادرة أبواب الخير نحن مساهمين معهم بـ 206 ألف كارتونة لكل محافظات الجمهورية والحقيقة صندوق تحية مصر يؤدي أداء مؤسسة عالي وصاحب رؤية سباقة دائما وهو نجح في التنسيق بين مؤسسات المجتمع الأهلي بشكل راقي وبشكل محترم وبشكل احترافي استمرارا لمجهودات صندوق تحية مصر في دعم كل الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية صندوق تحية مصر بيطلق اليوم بالتعاون مع شركاء الخير والتنمية من مؤسسات المجتمع المدني والبنوك ورجال الأعمال والمتبرعين قوافل أبواب الخير لرعاية مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير مليون كارتون اتنويات غذائية بالإضافة لعددا من الأغطية والمفروشات حرص الصندوق منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير الغذاء والكساء فضلا عن تجهيز الفتيات لتوصيل المساعدات إلى مستحقها في مختلف المحافظات جرمين إبراهيم التلفزيون المصري